السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في درس جديد اليوم سأقدم لكم مئة عبارة متداولة وشائعة في الحياة اليومية وسنبدأ مع أول عبارة إن أردت أن تقول لن أتراجع أبدا بالفرنسية هنا استعملنا الفعل ركولي وجاء مصارفا للمستقبل لفتور simple يمكنكم أيضا استخدام المستقبل القريب لفتور proche وتقولون في هذه الحالة لن أتراجع إذا أردت أن تقول لن أعود للوارا بالفرنسية لن أتراجع طيب هنا جملة أخرى لا ينبري لهذا أن يحبط عزيمتك بالفرنسية سنقول ça ne devrait pas vous décourager هنا استخدمنا الفعل لن أردت أن تقول لن أردت أن يحبط عزيمتك بالفرنسية سنقول لن أردت أن يحبط عزيمتك بالفرنسية لن أردت أن يحبط عزيمتك بالفرنسية 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 هنا استخدمنا الفعل الذي جاء مصرفا للحاضر أيضا يمكن أن نقول بالفرنسية سنقول أما إذا أردت أن نقول لا أعتقد أنه عن قصد بالفرنسية جملة أخرى أنا أشعر بالحزن بالفرنسية جمسم ترسة جمسم ترسة جمسم ترسة هنا استخدمنا الفعل سسنتر 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 c'est un verb pronominal هذا الفعل وقد جاء مصرفا للحاضر لأردت أن يحبط عزيمتك بالفرنسية لا تكون حزينا بالفرنسية نصفا للحاضر وليس قسم ترسة هنا الفعل أتر يكون جاء مصرفا للحاضر لأمر لأميراتف نصفا للحاضر طيب هنا جملة أخرى جاء لزيارتنا بالفرنسية هنا استخدمنا الفعل جملة أخراجة بمفرده أما إن أردنا أن نقول جاء مع أطفاله فبالفرنسية سنقول جملة أخرى أطفالهم مهذبون أو تربيتهم حسنة بالفرنسية سنقول عبارة أخرى هذا نادر بالفرنسية سيغار جملة أخرى إنه نادر في عصرنا أو هذا الأمر نادر في وقتنا الحالي بالفرنسية سنقول جملة أخرى هؤلاء الأطفال لم يتلقوا التربية الحسنة بالفرنسية سنقول جملة أخرى إنها تحتاج إلى إجازة أو إلى عطلة بالفرنسية إذا أردنا أن نقول تهبت لقضائي العطلة بالفرنسية هل part en vacances هل part en vacances هل part en vacances هنا استخدمنا الفعل partir partir يذهب وهو مصرف لألحظ بالفرنسية جملة أخرى هل part en vacances إلى پاري بالفرنسية هل part en vacances هل part en vacances هل part en vacances à PARIS هل part en vacances à PARIS هل part en vacances هنالفعل مصرف للماضي المركبي لألحظ اذا أردنا أن نقول الأطفال بحاجة إلى إجازة بالفرنسية Les enfants ont besoin de vacances. Les enfants ont besoin de vacances. جملة أخرى على العطلة قريبة بالفرنسية Les vacances arrivent bientôt. Les vacances arrivent bientôt. Les vacances arrivent bientôt. هنا استخدمنا الفعل Arrivé. Arrivé. Tassilo. Ou yassilo. J'a. Musarrafan li alhadi le présent de l'indicatif. هنا جملة أخرى. أنا مستعدة للذهاب بالفرنسية. Je suis prête à partir. Je suis prête à partir. Je suis prête à partir. أما إن أردنا أن نقول نحن نستعد للصفر أو للرحلة بالفرنسية سنقول On se prépare au voyage. On se prépare au voyage. On se prépare au voyage. جملة أخرى. سننتقلو إلى منزيلين كبير. بالفرنسية On va déménager dans une maison grande. يمكن أن نقول On va déménager dans une grande maison. On va déménager dans une grande maison. On va déménager dans une grande maison. جملة أخرى. سننتقلو إلى مدينة أخرى بالفرنسية Ils déménageront dans une autre ville. هنا estáخدمنا الفعل déménager déménager ينتقلو جاء مصرفا للمستقبل البسيد le futur simple. Ils déménageront dans une autre ville. جملة أخرى. أردت أن أجربي بحذي بالفرنسية هنا استخدمنا الفعل هنا جملة أخرى هنا أيضا استخدمنا الفعل أفعل ولكن هنا في سرط الأمر الإمبراطف D'accord? On passe à la phrase suivante كُن واثقان كُن واثقان بالفعل Soyez confion Soyez confion Soyez confion هنا استخدمنا الفعل أَتْرَ أَلَّذِ جَأَا مُصَغْرَفًا لِي الْأَمْرِ Le présent de l'impératif D'accord? On passe à la phrase suivante كُن واثقان ستنجاح بالفرنسية سنقول Soyez confion Vous allez réussir Soyez confion Vous allez réussir Soyez confion Vous allez réussir جملة أخرى كُلُّ شَيْءٍ مُمْكِن بالفرنسية Tout est possible Tout est possible Tout est possible Tout est possible إن أَرَدْنَا أَنْنَا قُلْ لَا أَحَدَ مِثَالِي بالفرنسية Personne n'est parfait Personne n'est parfait Personne n'est parfait أَمَّا إِنْ أَرَدْنَا أَنْنَا قُلْ لَا تَقْلَقَ بالفرنسية Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas أَمَّا إِنْ أَرَدْنَا أَنْنَا أَنْنُضِيف لَا تَقْلَقَ سَنُسْلِحُ هَذِهِ الْمُشْكِيلَةَ السَّغْيرَ فَسَنَا قُلُوا بالفرنسية Ne vous inquiétez pas Nous réglerons ce petit problème Ne vous inquiétez pas Nous réglerons ce petit problème Ne vous inquiétez pas Nous réglerons ce petit problème ماذا عن هذه الجوملة أُوَعَدَ بِأَنْ يَأْخُدَنِي مَعَهْ بِالْفَرَنسية سَنَا قُلُ إِلْ مَا پْرَمِي دَ مُؤْمَنَيْ أَوَيْ إِلْ مَا پْرَمِي دَ مُؤْمَنَيْ أَوَيْ إِلْ مَا پْرَمِي دَ مُؤْمَنَيْ أَوَيْ هنا استخدمنا الفعل PROMETRE PROMETRE يَأَيْدُ جَأَا مُصَرَّفَن لِي أَلْمَا دِ مُؤْمَنَيْ أَوَيْ لِي أَلْمَا دِ مُؤْمَنَيْ أَوَيْ جُمْلَة أُخْرَة لَقَدْ وَعَدْ تَنِي بِأَنَّكَ لَنْ تَقُولَ أيَّا شَيْء بالفَرَنسية تُبُّا تُبْهُ تَبْهُ تَبْهُ الْفِعُل PROMETRE جَأَا هُنَا مُصَرَّفَن لِي أَلْمَنَيْ لِي أَوْمَنْ لِي أَوْمَنَيْ تَبْهُ تَيَّبْنَيْ تَبْهُ إِلْمَنَ يَسْدِ يثيقو به بالفرنسيا إلوي فهي كنفيانس إلوي فهي كنفيانس إلوي فهي كنفيانس إنه يستحقو ثقتي بالفرنسيا سوف نقول إل ميريت ما كنفيانس إل ميريت ما كنفيانس هنا استخدمنا الفعل ميريت يستحقو جاء مصرفا للحاضي لبريزن دي لندكتف إل ميريت ما كنفيانس طيب ماذا عن هذه الجملة إنه رجول فيقى بالفرنسيا c'est un homme de confiance c'est un homme de confiance c'est un homme de confiance يروي لها كل أسراره بالفرنسيا إلوي كنفي تو سي شكري إلوي كنفي تو سي شكري إلوي كنفي تو سي شكري الفعل كنفيي هنا جاء بمعنى يروي يأتمين أيضا يمكن أن نترجمه لهذا المعنى يأتمين شخص ما على الأسرار جاء هنا مصرفا للحاضي لبريزن دي لندكتف إلوي كنفي تو سي شكري طيب ماذا عن هذه الجملة اعترفت له بكل شيء بالفرنسيا هنا استخدمنا الفعل جاء مصرفا لزمن الماضي المركب جملة أخرى جملة أخرى لا يخيب ظن اللي أبدا بالفرنسيا إلني مَا جم தين إلني مَا جممن دي صو إلني مَا جميع دي صو هنا استخدمنا الفعل دي شوائر دي شوائر ويخيب الظن ويقد جاء مصرفا لزمن الماضي المركب Le passé composé Il ne m'a jamais déçu عبارة أخرى إنه يبحث عن شيء Il cherche quelque chose Il cherche quelque chose Il cherche quelque chose أما إن أردنا أن نقول وجد ما كان يبحث عنه Il a trouvé ce qu'il cherchait Il a trouvé ce qu'il cherchait Il a trouvé ce qu'il cherchait أما إن أردنا أن نقول لم يجد شيئا بالفرنسية سنقول Il n'a rien trouvé Il n'a rien trouvé Il n'a rien trouvé Jumla أخرى يواصل البحث بالفرنسية Il continue de chercher Il continue de chercher Il continue de chercher هنا سنختamنا الفعل Continuez يواصلو جاء مصادرفن للحاضر le présent de l'indicatif Jumla أخرى يواصلو بالفرنسية سنقول Il ne m'écoute Il ne m'écoute Il ne m'écoute Il ne m'écoute pas Jumla أخرى سقطت على الأرض Il est tombé par terre Il est tombé par terre Il est tombé par terre أراد طلب المساعدة بالفرنسية Il voulait appeler les shkûr Il voulait appeler les shkûr Il voulait appeler les shkûr هنا استخدمنا الفعل Vouloir يريد جاء مصرفا لزمن الماضي النقص l'an parfait Il voulait appeler les shkûr Jumla أخرى كان خائف جد سنة اقول بالفرنسية Il avait tellement peur Il avait tellement peur Il avait tellement peur Jumla أخرى ركز بالفرنسية سنة اقول Concentrez vous Concentrez vous يمكن اضن النقص Concentre toi Concentre toi ركز Jumla أخرى تمahel بالفرنسية Vazie doucement Vazie doucement Vazie doucement Vazie في عجلة من أمره بالفرنسية Il est très pressé Il est très pressé Il est très pressé Jumla أخرى لا أريد أن أضيع وقت بالفرنسية Je ne veux perdre mon temps Je ne veux pas perdre mon temps أما إن أردنا أن نقول لا يتوقف عن العمل بالفرنسية Il ne cesse pas de travailler Il ne cesse pas de travailler Il ne cesse pas de travailler Jumla أخرى أنا لا أعرف ما يجب القيام به بالفرنسية سنقول Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire أما إن أردنا أن نقول لا أعرف من أين أبدأ Je ne sais pas par quoi commencer Je ne sais pas par quoi commencer Je ne sais pas par quoi commencer Mاذا عن هذه العبادة لا تقول ذلك بالفرنسية Ne dites pas ça Ne dites pas ça Ne dites pas ça Je ne vous accuse de rien Je ne vous accuse de rien Je ne vous accuse de rien هنا استخدم la l'f accuser Je ne vous accuse de rien Mada عن هذه الجملة هذا سوء فهم بالفرنسية نقول C'est un malentendu C'est un malentendu C'est un malentendu طيب جملة أخر لم ي qu'il 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 n'ar y'en di il n'ar y'en di il n'ar y'en di إن n'ha ليست مشكلتي بالفرنسية ce n'est pas mon problème ce n'est pas mon problème ce n'est pas mon problème أما إن أردنا أن نقول إن هو غيور بالفرنسية إلي جل يمكن أيضا أن نقول لا تكون غيور نسو باجلوز جملة أخرى لا تغاري من أختك الصغيرة مثلا بالفرنسية سنقول نسو pas jalouse de ta petite sœur طيب جملة أخرى لديها الكثير من الصفات الحميدة بالفرنسية إلا plan de qualité إلا plan de qualité إلا plan de qualité أما إن أردنا أن نقول إنه عيبه الوحيد بالفرنسية سنقول سي سن 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 فو سي سن سن د فو سي سن 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 د فو جملة أخرى إنه 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 يد سن سن من سن سي هَذِي الْوَرَامِجْ ذَارَّ بِالْفَرَنْسِيَا Ces programmes sont nuisibles. Ces programmes sont nuisibles. Ces programmes sont nuisibles. هَذَ الْمُنَخُ وَارٌ بِالْسَحَتِنَا بِالْفَرَنْسِيَا Ce climat est nuisible à notre santé. Ce climat est nuisible à notre santé. Ce climat est nuisible à notre santé. جُمْلَة أُخْرَى هَذِهِ الْرِيَضَ تَظُرُّ بِسِحَتِهِ الْهَشَّةِ Ce sport nuis à sa santé fragile. Ce sport nuis à sa santé fragile. هُنَا لَدَيْنَ الْفِيلِ نُوِيرُ يَظُرُّ او يُؤْذِي جَا أَمْصَرَفًا لِلْحَافِلُ le présence de l'indicatif. Ce sport nuis à sa santé fragile. لَا يُمْكِنُهُ تَحَمُّلُوا ذَلِكَ بِالْفَرَنْسِيَا Il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter ça. مِنَ الْمُفْتَرَبْ أَنْ يَسْتَرِيحُ بِالْفَرَنْسِيَا سَنَا قُلْ Il est censé se reposer. Il est censé se reposer. Il est censé se reposer. أما إن أردنا أن نقول إنه يُبْلِي حَسَنًا بِالْفَرَنْسِيَا Il se débrouille bien. Il se débrouille bien. Il se débrouille bien. هنا لدينا الفعل س débrouille. يُبْلِي جَاء مُصَرْفًا لِلْحَارِ لِلْحَارِينَ 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 لِلْفَرَنْسِيَا لَنْ أَنْسَ هَذَا أَبَدًا بِالْفَرَنْسِيَا Je n'oublierai jamais ça. Je n'oublierai jamais ça. Je n'oublierai jamais ça. هنا لدينا الفعل l'oublier الذي جاء مصرفا لزمن المستقبل البسيط لفيتur simple. أما إن أردنا أن نقول إنه لا ينسى C'est inoubliable. C'est inoubliable. C'est inoubliable. سيتذكره بالفرنسية Il se souviendra. Il se souviendra. Il se souviendra. هنا استخدمنا الفعل ستذكره بالعربية وقد جاء مصرفا لزمن المستقبل البسيط le futur simple. Il se souviendra. طيب ماذا عن هذه الجملة؟ لن يتذكره بالفرنسية Il ne s'en souviendra pas. Il ne s'en souviendra pas. Il ne s'en souviendra pas. سوفا يتركو كل شيء وراء بالفرنسية Il le s'en souviendra pas. Il le s'en souviendra pas. Il le s'en souviendra pas. هذا مثير للشفقة بالفرنسية جملة أخرى إنه محفز أو مشجع بالفرنسية طيب جملة أخرى أحتاجوا التحفز أو التشجع بالفرنسية هذا يرفع من معنوياتي بالفرنسية جملة أخرى هو متابير بالفرنسية سنقول جملة أخرى بالفرنسية جملة أخرى إنها تثير إعجابي بمواهبها بالفرنسية هنا استخدمنا الفعل impressioner يثير الإعجاب وقد جاء مصرفا لزمن الحاضر لبرزن دولانديكاتيف أعترف أنها تثير إعجابي بالفرنسية جملة أخرى إنه يكذب بشأن ذلك بالفرنسية إل من أس سجي إل من أس سجي إل من أس سجي هنا استخدمنا الفعل من تير يكذب جاء مصرفا للحاضر لبرزن دولانديكاتيف جملة أخرى ماهما قال ابتعد عنه بالفرنسية quoi qu'il dise reste loin de lui quoi qu'il dise reste loin de lui quoi qu'il dise reste loin de lui جملة أخرى لن يترك الأمر بالفرنسية إل نلاشرا پا لفر إل نلاشرا پا لفر إل نلاشرا پا لفر هنا استخدمنا الفعل لاشي يتركو جاء مصرفا للزامن المستقبل البسيط لفيتور سمبل إل نلاشرا پا لفر آخر جملة معنا يجب أن نتصرفا بالفرنسية نو دوون أجير نو دوون أجير نو دوون أجير استخدمنا هنا الفعل دووار يجب جاء مصرفا لزمن الحاضر لبرزن دو لاندكاتيف نو دوون أجير وهنا نكون قد وصلنا لنهاية الدرس اليوم إنا لا إعجابكم لا تنسوا دعمنا بضغزر الياجاب ومشاركة الدرس مع المهتمين دومتم بألف خير لقاؤنا يتجد في فيديو قادم مفيد بكل تأكيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر